اشتركوا في القناة وما أكثر عبارة ترددت على سنة السياسيين والإعلاميين التأبعين الحكومات التي تعاقبت على حكومة العراق منذ عام 2003 لحد الآن هي عبارة أو كلمة الديمقراطية وكلمة الحرية طبعا الاستقلال والسيادة هذه وياها لازم مكملات لكن فيما يخص الديمقراطية والحرية المفهوم ملتبس عندهم أو هم يعرفون هو المفهوم شنوه لكن هم يريدون أن يصدروا لنا مفهوما جديدا عن الديمقراطية والحرية علينا أن نقبله وأن نتعايش معه ويكون جزءا من حياتنا وثقافتنا اليومية وثقافتنا المجتمعية أتحدث عن هذا الموضوع لأن كثير منكم كلكم كل العراقيين الذين يعني مشاهدون قنوات الفضائية مشاهدون برامج كثيرة هي برامج وقال إنها سياسية وحوارات سياسية لكن فيها من السباب والشتم الكثير بها من الألفاظ الخادشية لكل حياء الكثير وعندما تحدث معهم يقولون لك هذه هذه الديمقراطية والحرية وكأن الديمقراطية والحرية أن تشتم أكثر أن تسب أكثر أن تعرف كيف تسب وتشتم والآخر يسبك وعشتمك وهذه الحرية وفعلا هم يعني يفهمون أو يريدون أن يصدروا هكذا يريدون أن يجعلوا ثقافتنا بهذا الشكل لأنه هذه العامري أيضا قالها قال إنه إحنا ما عدنا ديمقراطية ما الكل يسبون ويشتمون على الحكومة وإحنا مكوش من سوي لهم يعني هذه الديمقراطية مفهوم الديمقراطية عندهم هو سب وشتم ليس أكثر هذا كل المفهوم يدون أن يقولون هذه هي الديمقراطية وهذه هي الحرية في في عام 1956 عندما ظهر التلفزيون في العراق وكان أول تلفزيون في الوطن العربي ربما في شرق الأوسط يفتح محطة التلفزيون وشاهدوا أهل العراق كثير من العوائل عندما ظهر المذيع على الشاشة كثير من النساء اللي موجودات في بيوت البغدادية وبيوت العراقية في كل مكان مدن اتغشنت يعني لبسة عباتها لبسة كذا لأن تعتقد أنه هذا المذيع يشوفه الناس يعني رؤيته على على محدوديتها وكان هذا الشيء جديد في حياتهم يدخل إلى حياتهم شاشة وتلفزيون شخص يتحدث هكذا هو جزء الحياة هذا جزء من حياء العراقي مجتمع العراقي مجتمع بحياء باحترام بكثير كثير من القيم الطيبة بدين باحترام للآخر باحترام للجار احترام للألفاظ الديمقراطية منهج حياة الديمقراطية نعم مطلوبة أن تقول لي رأيك وأقول رأيي لكن بحدود وإطار إطار أخلاقي وديني وصائب وما بيخدش وما بي تجريح وما بي تنمر هذا هو الرأي أحترمه وأسمعه وارد عليك بمثله لكن أن نشتم واحد اللاخ ونعتبره هذا ديمقراطية المصيبة في نهاية التسعينات ظهرت إحت المحطات الفضائية وجاءنا هذه الاقتصالات تطور الملاتصالات بشكل كبير جدا جدا ووصلتنا يعني محطات فضائية لأول مرة شاهدنا واحد من البرامج وكان يشكل عندنا حالة غريبة أن اثنين يجلسون ومذيع معهم ويعني الحوار ما لهم قد يأخذهم إلى الشتائم وإلى يعني يقوم أحدهم بضرب الآخر وكنا نستغرب بعض المحطات وكثير من المحطات الفضائية اعتقدت أن هذا هو الشكل الصحيح لأن عدد المشاهدين كثير جدا جدا فاعتقدوا أن هذا هو الشكل الصحيح للحوارات وهذا وهذا القابلية لذلك قبل أيام كان أحد المعارف يسألني يقول لي هل تعرف فلانا؟ لا لا أعرفها فاستغرب كيف لا تعرفها وأنت إعلامي من عشرات السنين وأجبته يعني هل مفروض أن أعرفها؟ لأن أنا إعلامي من تكون؟ هل هي عالمة شخصية عراقية محينة؟ هل هي أم متميزة في المجتمع العراقي؟ هل هي حققت شيئا؟ هل هي طبيبة معروفة؟ محامية معروفة؟ مهندسة معروفة؟ يعني أي شيء معروف؟ مدرسة معروفة؟ عفوا أستاذة جامعة معروفة؟ وضعت منهج للدراسة معروف؟ اكتشفت نظرية؟ أي شيء آخر؟ فاستهزأ أو أضحك من هذا الموضوع؟ قال لا إنها يعني مقدمة برامج وعندما سألته ما ميزتها اللي تجعلك يعني تستغرب أنه لا يعرفها؟ قال هي يعني تستفز ضيوف ضيوفها ويتشاتمون فيما بينهم وهي بكل رباطة جعش تستطيع أن تدير هذا الشتام والسباب بينهم وتنهي البرنامج وتكمل البرنامج وتنهيه بشكل طبيعي هي متميزة لاحظوا حتى معايير التمييز صارت بهذا المنطق لذلك هناك تشويه كثير مع الأسف الشديد لشخصية المرأة العراقية هذه المرأة الرائعة هذه البنت والأم والزوجة والأخت والصديقة والرفيقة والمظفة هذه الرائعة جداً هذه النخلة اللي تطرح أطيب التمور أطيب الثمرات هذه اللي جابت كل هذا المجتمع وتحملت كل الضيان في كل الظروف الآن النماذج اللي يطرحوها مقدمة تستطيع أن تستفز الآخرين ويشتمون بعضهم وهي ما أدري شنو فاشنستة هذه لا تمثل المرأة العراقية المرأة العراقية مرأة معطاء مهندسة وطبيبة وعالمة وأستاذة ومعلمة ومربية وأم بيت وأم وأخت وبت هذه هذه المرأة هذه الخجولة الطيبة الرائعة هذه هذه المرأة لا تجيبوا أن هذه النماذج هذا المجتمع عندما تخربوه تكلمونا أن هذه ديمقراطية وهي حرية والشتام والسباب والألفاظ البذيئة والألفاظ الخادشة للحياة هي الديمقراطية الحرية لا حرية ولا ديمقراطية مرية ما حد يريدهم للعراقيين هل يتعلمون هذه ثقافة شاذة وغريبة تبثوها للمجتمع بطريقة غريبة عجيبة وتقبلوها لماذا هذه النماذج يعني يعني ما كنا نشوف التلفزيون كنا نشوف الدوائر وكنا نشوف كل شيء ما لا علاقة بنظام سابق وكنا من هذا الكلام بعد 21 سنة اللي يتحدث بهذه اللغة هذا مو بس جاهل هذا مغرض ومؤذي وعديم العقل والإحساس بعد 20 سنة الحديث مو هذا الشكل لكن هكذا كانت الحياة كانت مهندسة وكانت طبيبة وكانت عالمة وكانت أستاذة وكانت معلمة وكانت موظفة وكانت تدير بيت وبظروف الحصار كانت مع زوجها وكل شيء وربت أجيال هذه هي المرأة أما بهذا الشكل وهذه البيوت وهذا المجتمع كان هكذا لا تسمع منه حتى الناس اللي أخلاقهم فاد مرة عندما يخرجون إلى الشارع يرون النساء ويرون أحد لا يتلفظون بألفاظ بذية لا أحد يسمع اللفظ البذية يعني إذنك ما تخدش بهذا ما عاد بالتلفزيون بهذه الطريقة وتعتبروها حرية وديمقراطية هذا الوضع جزء من منظومة كاملة شاذة يراد لها أن تكون ثقافة عراقية ومهما حاولوا لأن تكون ثقافة عراقية لأن البيت العراقي يبقى بيت عراقي وهذه النماذج اللي يقدموها مهما كانت هي لا تمثل للمرأة ولا الرجل ولا المجتمع ولا الحياة ولا تمثل العائلة العراقية وهذا الكلام البذيء والشاذ لا يمثل لغة العراقيين ولا يمثل ثقافتهم ولا دينهم ولا أخلاقهم ولا طبيعتهم وهذا ما لا علاقة لا بسنة ولا بشيعة ولا بكرد ولا بعرب هذا لا علاقة بعراق تربى هكذا ولا لا علاقة بنظام ملكي وجمهوري وسابق ولاحق أبدا هذه العلاقة بهذه التربية الجميلة الرائعة بهذا المجتمع اللي يقاوم كل هذه الظروف وما زال يقاوم وعلى عشرين سنة من الفساد والشاذوذ ما زال وغير بلد كان يوقع وغير مجتمع كان يوقع ومع كل الإجرام وكل المخدرات وكل القتل وكل السلاح وكل الميليشيات وكل الفاظ البديئة ما زال المجتمع يقاوم تحية لهذا المجتمع تحية للناس العراقين الشرفاء اللي هم يشكلون الغالبية العظمى أشكركم جدا وألتقيكم في حلقتين أخرى وقت هذه الحلقة قد انتهى إلى اشتركوا في القناة